مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة ان شاء الله تكونوا بخير اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم يلا على الوصف صيادية السمك او مقلوبة السمك سمك فليه اي نوع سمك متوفر عنكم نقطعه لمكعبات ونقطع اللمون وهيك نوضع كل المكونات في الوعاء هذا فيريكس تحمل حرارة في الفرن انا هعمل الطريقتين وانتم اختاروا الطريقة المناسبة لكم كل طريقة لها ايجابياتها يعني التصفيت يعني التصفيت بشكل عشوائي انا بصفت يعني بحط البصل المقلي والاروز والطماطم كله بشكل عشوائي يعني زبدة بصل مقلي طماطم فليه السمك اي نوع السمك متوفر عنكم 500 جرام اقل شوية اكتر شوية شوية ما بأسر الزبدة نوضع نوضع الارز كمية الارز طبعا المقادير كلها ها وضحها على الشاشة بالكوب وبالمعلقة وبالجرام نعصر اللمون عن الماء الساخن وبنوضع بعد مناصر اللمون بنوضع كل البهارات التوابل مثل ما انتو شايفين هاي كلها موجودة على الشاشة بالجرام والمعلقة وبالتفصيل بنوضع التوابل كلها وبنحركها بد منحركها بنسكبها وهو الطريقة الاساسية ها هي الطريقة الاساسية نفس الشيء ولكن بنوضع كل المكونات وعاء استلس او وعاء حديد اي نوع من وعاء اي وعاء موجود مثل هيك بنصفد كل المكونات نفس الشيء ولكن بنوضع طنجرة على النار على حرارة متوسطة وعند الغليان بنخفض الحرارة اقل شيء وبنتظر عشر دقائق بعد عشر دقائق بنغلق النار بنرفع الوعاء من النار بننتظر عشر دقائق الى ربع ساعة قبل تقديم مثل هيك انا عملت الطريقتين ولكن انا حقول كيف ميز هذا الطريقة وكيف ميز الطريقة هذه هيك هذه الطريقة الأولانية نغلق بوراق الألمنيوم وندخلها الفرن تقريبا تاخد وقت طويل ساعة ونص ولكن احنا نستخدم الطريقة هذه في حال لما يكون الطباق من الأعلى مجغول يعني الغاز يكون مجغول أو الطباق من فوق يكون مجغول وما في وسع لعنا عزومة وعنا شيء ممكن نعمل ونحط ها في الفرن ونكمل شغلنا في الطباق من فوق في حال لما يكون يعني الطباق من فوق مشغول نستخدم الطريقة هذه ولكن لو الطباق من الأعلى يعني غير مشغول وفي مجال أنه نعمل نطبخ من الأعلى نطبخ من الأعلى أفضل في الطنجر أفضل ما احنا ننتظر ساعة ونص هاليك الطريقة ما بتاخد تقريبا بتاخد كلها ربع ساعة عشر دقائق ويكون خالصة ولكن هذه نحن ممكن نحطها في الفرن ونكمل شغلنا لو في عنا عزومة وفي عنا عاملين عزومة كبيرة وعاملين أشياء كثيرة والغاز من فوق مشغول لو حابين تقلوا تعملوا السمك بالزيت قبل ما أنتو تحطوه في الطنجرة وبرحتكو ولكن هو مش محتاج لكن لو حابين أنتو تعملوا بالزيت أول شي بعدين تحطوه في الوعاء برحتكو في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة بنا الاشتراك بالقناة شكرا كتير لكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة